اهلا بكم اعزائي طلبة الطلبات التعليم الفني مع حلقة جديدة من برنامجنا في بيتنا مدرسة النهاردة هنكمل بقية حلقات اللي احنا خدناها بلكده في رسم الفني الصف الاول قسم ملابس جاهزة اه اتكلمنا عن المقاسات وطريقة اخذ المقاسات النهاردة هناخد طريقة رسم البطرون الاساسي الحريم اه احنا خدنا ازاي ناخد مقاسات البنطلون احنا اقول ايه هي المقاسات المطلوبة عشان ارسم بيها البنطلون احنا اخدنا عشان ناخد نرسم بطرون الاساسي باخد دوران الوسطى ودوران اكبر حجم والطول البنطلون وطول الرجل من الداخل طول الرجل من الخجم تعالوا مع بعض النهاردة هنبدأ اه حلقتنا في طريقة رسم البنطلون اول حاجة هنتكلم عنها طبعا احنا هندخل على الباب الرابع اتكلمنا قبل كده على طريقة اخذ المقاسات وقلنا ازاي باخد المقاسات البنطلون اللي هي دوران الوسط وطول البنطلون من الداخل ومن الخارج وطول الحجر ودوران اكبر حاج وطول الجنب دي المقاسات الاسية اللي بشتغل عليها وشرحناها الحلقة اللي فات النهاردة هناخد واخدنا برضو طريقة استخراج المقاسات من جدول المقاسات النهاردة هناخد رسم النموذج الاساسي للبنطلون ولبعد كده هنكمل رسم تصميمات متنوعة للبنطلون وازاي اعمل اعمل اعداد لرسم تخطيطي لتعشيق النموذج لمقاس واحد على ايه؟ على القماش ده احنا اللي هناخده في الباب الرابع هنكمله مع بعض اول حاجة هنتكلم فيها عن البنطلون بقول البنطلون هو رداء يغطي الجزء السفلي من الجسم ابتداء من الخسر حتى القدم بقى طول مختلفة تابعا للتصميم والبنطلون اما قطعة متصلة او جزء من البدل يعني البنطلون بتاع بيبقى هو الجزء بيغطي الجزء الاسفل من الجسم زي وزي الجونيلا لكن البنطلون ممكن يتلبس فردي يعني يبقى قطعة لوحده وممكن ألبسه مع طيق ما يبقى بدلة على بعضها يعني جاكت وبنطلون وممكن تبقى بلوزة وبنطلون يعني يبقى البنطلون بيكتلبس معاه جزء تكميلي ليه لو هو جزء منفصل اما لو جزء متصل بالبدلة بيبقى البنطلون بيبقى جزء من البدلة فبقول عليه إيه بدلة على بعضها ده تعريف البنطلون نكمل مع بعض طبعا البنطلون لي أشكال عديدة من البنطلونات زي البنطلون الكلاسيك اللي هو الشكل التقليدي المعروف للبنطلون بيبقى بنطلون عادي بخطوط أساسية بتاعت البنطلون البطلون بتاعي بيبقى على نفس الخطوط الأساسية وما بيبقاش فيه أي قصات ولا توسعات ويبقى ملاصق للجسم ده اللي هو البنطلون الكلاسيك اللي هو التقليدي العادي البنطلون شلستون ده اللي هو بيبقى واسع طبعا من الأسفل بتمتاز خطوط تصميم هذا البنطلون باتساع الرجل من أسفل ويبدأ من خط الرجبة إلى أسفل طبعا البنطلون ده بيبقى واسع من تحت من بداية الرجبة لغاية أسفل والبنطلون ده بيبقى بيعمل له توسعات على خط الخط الاساسي او البطرون الاساسي. بيبدأ من خط الرجبة او خط الارداف يعني ممكن ابدأه من خط الوسط او خط او خط الارداف او خط الرجبة. يعني التوسيع بحسب ما انا عايز اوسع البنطلون بتاعي. يما ببدأ من القمر لغاية اسفل الرجل او ببدأ من ايه من الوسط او ببدأ من خط الارداف او ببدأ من الرجبة ووستعه من تحت. حسب الموديل المطلوب. هنا زي ما احنا بنقول بنقول ايه? اه طبعا في نهاية طول البنطلون واحيانا يصل وصع الرجل الوحدة الى ايه? خمسين سنتين. يعني الجزء بتاع البنطلون اللي هو الرجل او الرجل الوحدة بيبقى وسعها خمسين سنتين عشان يديني وصع الرجل. بس البنطلون اللي هو الشلسطون ده يختلف تماما عن البنطلون اللي هو البنطوجيب. ده دي حاجة ودي حاجة. يعني البنطوجيب حاجة وشلسطون حاجة تاني. تمام? نجيبها للتالت حاجة البنطلون البرمودة. بقول خطوطه خطوط تصميم هزا البنطلون تمتاز بانه قصير يصل الى خط الرجبة او او طوال قليل. يعني البنطلون البرمودة بيبقى اما عند الرجبة او تحت الرجبة او ايه? فيه منتصف ايه? الرجل بيبقى بين بيبقى اصر شوية. من البنطلون العادي. ده اللي هو البنطلون البرمودة. يبقى احنا كده اخدنا تلات انواع من البنطيل. تعالوا بنشوف هنشتغل ازاي ونعمل البطلون الاساسي للبنطلون الحريم. اول حاجة عندي بشوف المقاسات اللي انا محتاجها ايه? بعمل استخراج للمقاسات من جدول المقاسات. وبشوف المقاس اللي انا عشتغل عليه. فاول حاجة بشوف المقاسات المطلوبة. اه محيط الخسر تمانية وستين سانتي. محيط الارداف تلاتة وتسعين سانتي. طول الحجر تمانية وعشرين سانتي. الطول من الخاص الارداف عشرين وستة من عشر سانتي. طول البنطلون الكلي مية واربعة سمتي اتساع الرجل من اسفل اتنين وعشرين سمتي يبقى انا كده عملت استخراج للمأسات الاساسية اللي انا هشتغل عليها في رسم البطرون الاساسي بتاعي تعالوا بقى نبدأ نشتغل في خطوات رسم البطرون طبعا هنجهز مع بعض كراست الرسم والادوات بتاعتنا المصطرة والقلم الرصاص والاستيكة عشان نبدأ نشتغل ونجيب معنا شفاف وورق آآ لي نعمل عليه التعشي هنبدأ بقى مع بعض نرسم البطرون اساسي اول خطوة هبدأ ارسم بطرون الامام اولا طريقة اعداد نموذج الامام اول حاجة عندي على الورقة الرسم بتاعتي ببدأ اعمل خط افقي وخط رأسي يعني بعمل خط افقي وخط رأسي زي ما احنا شايفين كده الخط الافقي والخط رأسي ايه خط متعمدان على بعضهما في نقطة صفر يعني بيتقابلوا في نقطة صفر يعني بيبقى في خط افقي وخط رأسي وبيبقى ويتقابلوا في نقطة ايه في نقطة صفر دي اول خطوة بعملها في رسم بطرون البنطلون تاني حاجة باخد المسافة من من صفر الى واحد طول الحجر اللي هو تمانية وعشرين سنتري يعني بقيس المسافة من من صفر الواحد الطول كام تمانية وعشرين سنتري يبقى دي اول خطوة بعملها وبعدين بمد خط افقي يمثل خط الحجر لليمين واليسار بدون مقس يعني الخطوط اللي بعملها دي بعمل خطوط بتون كياسي يبقى انا كده عملت ايه تلت خطوط في البطرون بتاعي عملت خط اول اول حاجة خط افقي وخط رأسي وبعدين عملت خط الحجر بعد كده هقول المسافة من الصفر الى اتنين طول الارداف بساوي عشرين وستة من عشرة سنتري يعني انا دلوقتي هعمل ايه هعمل خط رابع اللي هو خط ايه خط الارداف وارسم خط افقي يمثل خط الارداف لليمين واليسار برضو بدون مقس بانا كده عملت كم خط واحد اتنين تلاتة اربعة بانا كده معي اربع خطوط ايه اه مرسومة في البطرون خط اللي هو اللي هنقول عليه بعد كده خط كسرة البنطلون وبعدين خط ايه الويست وعندي خط الارداف وخط الحجر نكمل نقطة باجي بقى من نقطة صفر الى نقطة تلاتة باخد طول البنطلون الكل بانا كده حددت طول البنطلون بتاعي يبانا كده حددت ايه طول البنطلون بتاعي اللي هو كام مية واربعة اللي هو من الدهون وهاجي ارسم خط افقي لليمين واليسار يمثل خط نهاية البنطلون برضو بعمل خط افقي من غير قياس يبقى انا كده عندي كام خط افقي عندي التلات خطوط افقية وخط واحد ايه راسي تمام بانا كده احنا عارفنا ايه عارفنا ان انا برسم كده انا بحدد حددت طول البنطلون بتاعي اللي انا هشتغل عليه اي خطوط زيادة بقى في الطول هروح ايه مسحية نكمل مع بعض هيجي بعد كده ااخد المسافة من صفر الى اربعة نصف المسافة من واحد الى تلاتة باطرح منها خمسة سنتش يعني المسافة اللي انا عملتها من نقطة اربعة لنقطة لنهاية البنطلون بقى ايه بقى بقسها واطرح منها نقص منها خمسة سنتش ليه عشان حدد خط الرجبة ايه يرسم منها خط افق لليمين واليسار برضو بدون مقس يمثل خط الرجبة يبقى انا كده حددت خط ايه خط الرجبة بتاعتي يبقى انا كده عملت برضو خط ايه خط الوسط خط الجنب خط الحجر خط الرجبة خط نهاية البنطلون كده احنا حددنا اجزاء اساسية في البنطلون انا ماشي معاكم خطوة خطوة علشان نعرف ايه نرسم البنطلون بطريقة صحية هنكمل مع بعض بعد كده بقيس من نقطة واحد مسافة واحد على اتناشر من محيط الارداف زائد واحد ونص سنتي يعني انا باجي من عنده نقطة واحد وبقيس ايه بقيس مسافة واحد على اتناشر من محيط الارداف زائد واحد وايه ونص سنتي وتوضع نقطة ايه بحط نقطة خمسة طب المسافة دي ليه بعملها عشان احدد بيها مسافة ايه الدوران الحجر بتاعي عشان احدد مها مسافة دوران الحجر بتاعي تمام نشوفها بقى كده مع بعض بقى ايه يبقى انا قلت هنا بقول ان احنا بنقيس يسار نقطة واحد مسافة واحد على اتناشر من محيط الارداف زائد واحد ونص سنتي وتوضع نقطة ايه خمسة هاجي بقى اروح عامل اعمود نقيم عمود من نقطة خمسة ليقابل خط الارداف في نقطة ستة وايه ونقطة سبع يبقى انا كده عملت ايه الخط بتاعي اللي انا هخرج منه بعد كده عشان احدد مسافة الايه الحج بتاعي بعد كده بقول يقص يمين نقطة ستة اللي انا عملتها الجديدة ربع محيط الارداف زائد خمسة من عشرة سنتي ونضع نقطة ايه تماني اه ويقص يسار نقطة خمسة واحد على ستاشر من محيط الارداف زائد ايه خمسة من عشرة سنتي ونضع نقطة ايه تسعة بانا كده عملت الايه مسافة الحج بتاعتي اللي هي باخدها بعد كده بايه بدوران ماشي بعد كده المسافة اللي احنا قلنا عليها اللي انا خرجت منها عشان اعمل الدوران بتاع الجنب بحدد خط الجنب بقول يقص يمين نقطة سبعة واحد سنتي ونضع نقطة عشرة ونصل النقطة ايه عشرة وستة بدوران يبقى كده انا حددت خط الوسط بتاعي نقطة الوسط بتاعتي وحددت دوران حردت ايه الحجر دوران الحجر ووصلت النقطة بتاع خط الجنب بدوران علشان احدد ايه ان عندي دوران الجنب بتاعي بعد كده نصل نقطتي ستة وتسعة بدوران ان يبعد عن نقطة ايه خمسة تلاتة سنتي يقص يمين نقطة عشرة ربع محيط الخسر مش زائد اتنين وربع سنتي ونضع نقطة حدوش انا بقيس من نقطة عشرة ايه اه لي دوران الوسط بقيس من نقطة عشرة ربع محيط الخسر زائد اتنين وربع سنتي ونضع نقطة حدوش. دي عشان نحدد بها ايه? لان هي خط الوسط اللي احنا بنقول عليه. بعد كده بيمين ويسار نقطة صفر نرسم البنسة اللي هي طولها كام عشرة سنتي وحجمها اتنين سنتي. يبقى انا كده عملت البنسة بتاعتي على خط الايه? اللي هو خط الكسرة بتاعتي. يقص يمين نقطة التلاتة نصف قياس التساع الرجل بقيس هاجي بقى قيس من تحت التساع الرجل بتاعتي. وهنقص منه ايه? نص آآ نص سنتي. ونضع نقطة اتنشر. لابا انا كده هقيس التساع الرجل من اسفل عشان احدد ايه خطوط الجنب بتاعة البنطلوم. هو كان مديني وسع الرجل اتنين وعشرين سنتي. هنقص منها كان نص سنتي. وايه? ويطلع بالمقاس بتاعي. تمام? كمل. بقول هنا ويقص يمين نقطة اربعة نفس المسافة اللي هي ايه? من عند خط الرجبة. بقيس نفس المسافة اللي انا هطلع اللي انا استها تحت. بس بزود عليها واحد وتلاتة من عشرة ليه? لاننا طبعا عندي عند خط الرجبة ده بيبقى فيه ان انا بتحرك باعد باقف. فلازم يبقى الرجل ايه? تبقى واسعة من عند خط الرجبة. وكمان عشان تتماشى تتماشى مع ايه? مع مع الجسم من فوق يبقى البنطلون نازل بايه? بطريقة منتظمة. ما يبقاش الخط بتاعي مع وج شكله فيه اعوجاج او شكله غير منتظم. يبقى هنا بقول ان انا بعمل الخط الرجبة بقى نفس المقاس اللي هو اتنين وعشرين وروح يزود عليه واحد وتلاتة من ايه? من عشر. نكمل مع بعض. نرسم خط الجنب الامامي نصل النقطة احداشر وتمانية وتلاتةاشر واتناشر باصلهم ببعض. فيديني شكل دوت. بديني شكل خط الجنب بتاعي. يبقى انا كده عملت الخط جنب البنطلون بتاع الامامي. مع رسم انحناء خفيف للخارج اه قدره ايه? نص سنتي بين نقطة ايه احداشر وايه وتماني. انا بعمل بعمل ده باخده بنحناء بسيط اوي. طيب. هاجي بعد كده برضو من نفس النقطة التانية اللي هي نقطة التلاتة. بقيس برضو نص آآ نص آآ قياس التساع الرجلة وهو نص سنتي ونضع نقطة ايه? اربعتاشر. واعمل الرجل من ناحية التانية اللي هو ايه? الرجل من الداخل. اهي. وبعدين بوصل بقى النقط ببعضها. باخدها طبعا انا هوصل خط مستقيم بس بعد كده بعمله بدوران. يعني يقص يسير نقطة اربعة نفس مسافة ايه? اربعة وتلاتاشر. وهنضع نقطة ايه? خمستاشر. بعد كده برسم خط الرجل من الداخل. بنصل النقط كلها ببعضها. وبعدين باخدها بعد كده بدوران زي ما احنا شايفين كده بنحناء بسيط من الداخل. لان الرجل من الداخل بتبقى فيها دوران بسيط ما تبقاش خط مستقيم. ما حاول ان انا اشتغل دايما بالريجة او بالمسطرة اللي هي الطرية. ان انا ارسم بيها الدورانات والحرادات بتاعتي. عشان يطلع الخطوط بتاعة البطرون منتظمة. ويبقى شكلها اه كويس جدا يعني حلو يعني ونظيف وزي وجودة عالية. وانا بقص عشان ما يبقاش البطرون بتاع شكله اه غير منتظم. فما يجي قص يطلع البطرون اللي هطلع او القطع اللي انا هنفزها تطلع فيها اخطوط. نكمل مع بعض. بعد كده هبدأ الون البطرون. بلون هنا القطع الاساسية اللي انا رسمتها. زي ما احنا شايفين كده مع بعض. يبقى بعمل ايه تلوين البطرون. بلون القطع اللي انا رسمتها اللي هي اللي انا هقص عليها. يعني بلون قطع البطرون اللي انا هقص عليها في الامان. بعدين بكتب البيانات بتاعتي كاملة. لازم اكتب بياناتي كاملة على البطرون. يعني بقول خط الوسط. خط الجنب. خط الارداف. خط الحجر. آآ خط الرجبة. آآ خط الديل. آآ آآ عندي بقى اللي هو خط القصرة. اللي هو خط قصرة البطرون. البنسة بتاعتي. بقى لازم كمان احدد اتجاه النسيج على البطرون بتاعي. ده مهم قوي في البطرون. طبع. نبدأ بقى نرسم مع بعض كده اللي احنا شرحناه ده. هنرسمه عملي مع بعض. ونبدأ نشوف نرسمه ازاي على الورق. هنبدأ نجهز حاجتنا طبعا انا قلت نجهز الكراسة الرسمة بتاعتنا والمسطرة. والاستيكة تكون استيكة نضيفة. والقلم رصاص بتاعي. يفضل لو ايه لو انت معكش قلم سنون اشتغل بقلم رصاص عادي بس يكون سنه ايه مبري ويكون كويس. لما اجي ارسم خطوتي لازم تكون خطوتي خفيفة جدا وانا برسم البطرون بتاعي. اول حاجة عندي نبص لكده بقى مع بعض هنرسم ازاي البطرون. اول حاجة احنا قلنا هنجهز الكراسة بتاعتنا. ماشي. هبدأ اعمل الخط الافقي والخط الرأسي على البطرون. يبقى انا اول حاجة في الكراسة بتاعتي. لما اجي اشتغل عشان تطلع واضمن ان خطوتي تطلع كلها مستقيمة. هاجي اقيس المسافة من هنا واسبتها. يعني مسلا انا هقيس مسلا مسافة من هنا سبع سنتش مسلا. ومن هنا سبع سنتش. واروح موصلها البعض. دي بقى انا كده عملت الخط ايه? خط الافك اهو. كده انا عملت الخط الافك بتاعي اللي انا هشتغل عليه. تمام? هاجي بعد كده اعمل الخط الرأسي. وحاول ان الخط الرأسي ازبطه على مسافات الورقة بتاعتي. بحيس ان هو يطلع خطوط مستقيمة. اهو كده. انا عملت الخط ايه? الرأسي بتاعي. يبقى انا اول حاجة عملت الخط الافكي والخط الرأسي اللي انا هشتغل عليه في البنطلوم. هاجي بعد كده هعمل ايه? هاجي هقيس. اول خطوة عندي هحط طبعا دي نقطة صفرة هي. دي نقطة صفر. نقطة صفرة دي اللي انا هشتغل منها كل المقاسات بتاعتي. او المقاسات الاسية. اول حاجة هاخد طول الحجر. هاخد ايه? طول الحجر. فباجي من نقطة صفر لنقطة واحد هنزل مسافة طول الحجر. يبقى انا هكتب هنا من نقطة صفر مش باينة. باينة هنا. هقول اول خطوة عندي كده في البطرون من نقطة صفر الى نقطة واحد هنزل كام? هنزل تمانية وعشرين سنتي اللي هو مسافة طول الحجر. يعني لو اداني اي مقاس هشتغل على المقاس اللي هدوني. يعني ممكن تمانية وعشرين دي تتغير حسب المقاس اللي انا برسم بيه. يبقى انا بعرف القانون ان انا هنزل ايه? طول الحجر بتاعي. ايا يكون المقاس بتاعي عندي انا هنزل بالمسافة دي. يبقى هاجي من هنا هنزل المسافة بتاعتي. هاجي بالمسطرة وايس المسافة بتاعي طول الحجر. واحط نقط هنا كده. عشان اعمل الخط المستقيم بتاعي. اهو. كده. وروح اعمله الخط المستقيم اهو. اهو. يبقى انا كده عملت ايه? خط الحجر وروح كاتب عليه كده. عشان انا بياناتي تبقى جاهزة ادي خط الحجر. تمام? يبقى انا كده عملت اول خط اللي هو خط الحجر. وروح هعمله بالقلم لوت عشان يبان. اهو. يبقى كده انا عملت اول خط اللي هو عنده نقطة سفر. ودي الخط التاني لو خط الحجر وحط نقطة ايه? واحد هنا. هاجي بعد كده انزل تاني خطوة عندي ايه? تاني خطوة هنزل برضو من نقطة سفر. الى نقطة ايه? اتنين. من نقطة سفر لنقطة اتنين قال لي هننزل ايه? هننزل طول الاردف. طول الاردف. هو مديني طول الاردف كام? عشرين وستة من عشرة سنتين. يبقى اي مقاس عندي انا هشتغل على اي مقاس. انا بشتغل دولاتي على المقاس اللي هو مدهوني لكن انا ببعرف ان انا من نقطة سفر لنقطة اتنين هنزل الايه? طول الاردف بتاعي ايا يكون المقاس اللي انا شغال به. يبقى هاجي من هنا واروح ايس طول الاردف بتاعتي. اهي. كده. ماشي. واقس من ايه من جميع النواحي عشان خط بتاعي يطلع مستقيم. واعمل الخط اهو. ادي الخط بتاعي اهو كده. واكتب عليه خط الاردف. تمام? يبقى انا كده ادي اول خط. ادي تاني خط. ادي التالت. فاضل بقى اخر حاجة قال لي اعمل ايه? ناخد من نقطة سفر لغاية نقطة تلاتة هياخد طول البنطلون اللي هو مدهوني. ايا يكون بقى طول البنطلون. يبقى ايه نقطة من نقطة تلاتة. يبقى هاخد ايه? هاخد من نقطة سفر الى نقطة تلاتة طول ايه? طول البنطلون. اللي هو طول الكلي للبنطلون. الطول الكلي من ايه? للبنطلون. يبقى انا هاجي هنا برضو. هقيس طول الكلي اللي هو مدهوني. واروح حاطة النقط بتاعتي. عشان تطلع الخطوط كلها مستقيمة. واروح عامل الخط بتاعي اهو. واعمله خط مستقيم اهو. واكتب عليه خط الزيل او خط ايه? او خط نهاية البنطلون. تمام? بكده احنا ايه? عملنا الخطوط بتاعتنا اللي هي اللي انا شغال عليها. يبقى اول حاجة عندي اخدت من نقطة سفر. هنزلنا طول الحجر. من نقطة اتنين. من نقطة سفر لواحد طول الحجر. من نقطة سفر لاتنين طول الارداف. من نقطة سفر لتلاتة طول البنطلون الكل. يبقى انا كده عملت كم وكم خط. عندي خط واحد اتنين تلاتة اربعة تلات تلات خدود اربع خدود افقية. وخط ايه رأس. كمل بقى مع بعض تاني. هرسم بعد كده خط الرجبة. خط الرجبة قال لي خد المسافة. من نقطة واحد لنقطة تلاتة. واقسها. وبعدين سمها بالنص. ونقص منها خمسة سنتي. عشان اعمل خط الرجبة. تعالوا نشوفها كده هنعمل ازاي بقى? يبقى انا هاجي من نقطة واحد لنقطة تلاتة. واقسها. واطلع واقس المسافة خمسة سنتي. واروح اعمل الخط بتاع الرجبة. وزبط برضو الخط من هنا وهنا. بحيس يطلع معي الخطوط مستقيم. ده كده هرسم الخط اهو. شايفين معي كده? ولا مش شايفين مش واضحة. يبقى انا هنا. رسمت. كده اسمه خط الرجبة. ليه نقطة ايه? اربعة. اهي. دي خط ايه? خط الرجبة. تمام? يبقى انا هنا عملت البنطلون بتاعي نقطة السفر. نزلت اول حاجة خط الحجر. تاني حاجة من سفر الاثنين نزلت خط الارداف. من سفر لتلاتة نزلت خط الديل اللي هو طول الديل. وبعد كده من واحد لتلاتة اسمتها من نص ونقصت منها خمس سنتي وعملت خط الرجبة. كده لو انا عملت كده ان كده مشيت الخطوات الاسسية بتاعة رسم البطرون وزبط معي البطرون بتاعي. بعد كده كل اللي هيجي هيبسهلي جدا في العمل بتاعي. هاجي بقى من نقطة واحد. هبدأ من نقطة واحدين. من نقطة واحد هدخل لنقطة خمسة. المسافة قد ايه? باخد تلت محيط الارداف. اهي. باخد من واحد الى خمسة. جي نقطة اربعة. اهي. من واحد الى خمسة باخد تلت واحد على اتناشر من محيط الارداف. تمام? زائد بزود عليها دي واحد ونص سنتي. يبقى انا هادخل من نقطة واحد نقطة خمسة ايه? واحد على اتناشر من محيط الارداف. ايا ان يكون بقى ما قس الارداف عندي ايه? باخده وقسمه على اتناشر. بالنسبة اللي يطلع هزود عليه واحد ونص سنتي. وروح طالع المسافة اهي. بتاعتي. ووصل ادي نقطة خمسة اهي. وقس بقسها كده. وقس من هنا نفس المسافة. وقس من هنا نفس المسافة اهي. وروح عامل قط مستقيم. اهو. اهو. يبقى انا كده حددت ايه? حددت ايه? اه مسافة الارداف. واحد على اتناشر من مسافة الارداف وحط نقطة خمسة. طب. كده من الخط ده هو ده خط الحجر بتاعي. هو ده ايه? الخط بتاع الحجر بتاعي. هاخرج بقى مسافة دوران الحجر. هاخرج مسافة ايه? دوران الحجر. طب. قبل ما اخرج مسافة دوران الحجر دي. يبقى انا كده بقى عندي ستة. وعندي هنا ايه? سبعة. طب. هاجي ادخل من نقطة خمسة للنقطة بتاعي التمانية. هاخد ايه? لقم خمسة هي. هاخرج من نقطة خمسة لتمانية واحد على ستاشر من محيط الارضيف خلي بالك انا استخدمت محيط الارضيف كم مرة هنا محيط الارضيف ده استخدمته كم مرة استخدمته في اول مرة عشان اعمل المسافة بتاعة الحجر واستخدمته تاني مرة عشان اعمل دوران الحجر بتاقي اول مرة اخدت النفس المقاس واسمته على اتناشر وفي المرة التانية اخدت نفس المقاس واسمه على ايه ستاشر ماشي وهزود عليه نصف سنتي يبقى انا هخرج كده المسافة اهي بتاعتي هاسهب المسطرة واعمل الدوران بتاعي اه هوصل دي كده بدوران طب انا هشتغل بقى باللون الاحمر عشان يبان الايه الدورانات اللي انا هرسم ايه الحجر يبقى دي اول خطوة عملتها في البنطلون ان انا عملت ايه الحجر بتاع الامان طيب بعد كده هعمل ايه هاجي من نقطة سبعة اللي هي دي وادخل واحد سنتي هدخل قد ايه واحد سنتي يبقى من نقطة سبعة الى عشرة هدخل واحد سنتي هعدل الخط بتاع مين بتاع الحجر بتاعي يبقى انا هعمل ادي المسافة هي هحط نقطة ايه نقطة عشرة هنا هي كده اهي نقطة عشرة واروح موصلة نقطة ستة بي بعشرة بكده انا رسمت ايه الدوران بتاع الحجر كده وادخل طبعا لما لونا طبعا انا هلون على طول عشان يباني الفرق بين الايه بين اللي احنا اللي بنرسمه واللي احنا هنشتغل عليه يبقى انا كده رسمت ايه رسمت الحجر بتاعي وحددت النقطة بتاعة الوسط هاجي بقى من هنا هقيس من نقطة ستة ماشي هقيس محيط الارداف زائد ايه ربع محيط الارداف يعني انا هاجي من نقطة ستة هنا واقيس ربع محيط الارداف هاي هقول من نقطة ستة لا دي نقطة تمانية هين من نقطة ستة بي الى نقطة دي نقطة اه من نقطة ستة نقطة تسعة تمانية هقول بقول ربع محيط الارداف زائد خمسة من عشر يعني انا هقيس من نقطة دي اللي غايت هنا ربع محيط الارداف زائد كام زائد ايه نصف سنتي هروح ايه حتى النقطة بتاعتها بعد كده هاجي عند خط الوسط عشان اعمل خط الوسط من فوق هقول ان انا هاخد ربع محيط الخسر اللي هو الوسط بتاعي وهزود عليه اتنين وربع سنتي يبقى انا هقيس من نقطة دي لغاية النقطة دي ربع محيط الخسر بتاعي هايس بقى المسطرة الحاجات اللي انا عملتها دي يبقى انا من هنا اول حاجة خط الوسط اهو هيسمي نقطة النقطة اللي انا عملتها الجديدة هيس قد ايه ربع محيط الخسر زائد اتنين واربعة من عشر واحط النقطة بتاعت اهي وهحاول اوصلها باللون الاحمر عشان تبين معي اهي كده انا كده خط الايه الوسط بعد كده هحدد دوران ايه الجنب بتاعي اللي هو ربع محيط الارداف زائد ايه خمسة من عشر وهوصل ده كده بدوران اهو هنزل كده اهو ادي كده انا ايه عملت خط الجنب بتاعي يبقى انا هدى المسافة دي هدى ايه المسافة دي ربع محيط الخسر زائد اتنين واربع سنتي ودي ربع محيط الخسر ربع محيط الارداف زائد ايه 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 خمسة سنتي بعد كده خمسة من عشر بعد كده هاجي اعمل بقى ايه وسع الرجل من اسفل هاجي من عنده نقطة التلاتة دي وادخل انا عندي وسع الرجل قد ايه قال لي وسع الرجل بتاعكم اتنين وعشرين سنتي تمام هو قال لي وسع الرجل كام اتنين وعشرين سنتي طب الاتنين وعشرين سنتي دي قال لما تيجي تدخل مسافة دي هياخد نصها بياخد نص وسع الرجل نص وسع ايه الرجل ناقص خمسة من عشر انا ما ادخل من هنا عشان اعمل وسع الرجل يبقى انا هدخل ايه هاخد نص محيط الرجل وسع الرجل دوت زائد ايه ناقص خمسة من عشر واروح حتى نقطة يمين ونقطة يسار تعالي من عند الرجبة بقى من عند الرجبة هاخد نفس الوسع اللي انا عملته ده وهزود عليه حط عليه بقى ايه مش هنقص لا هزود هزود عليه واحد وتلاتة من عشرة سنتر يبقى انا هيجي عند هنا اروح نزود على المسافة دي كان واحد وتلاتة من عشرة واروح موصل كده بايه بخط مستقيم اهو كده ودي خط مستقيم الناحية التانية يبقى كده انا رسمت ايه الرجل من اسفل هاخد ده بقى هبصله بدوران بسيط اهو كده مش هعملها خط مستقيم وهاجي هنا طبعا انا هوصل دي بدي بالمسترة لكن عشان اقدر اعملها بدوران بعد كده بسيط يبقى انا هوصل كده بدوران اهو كده انا رسمت ايه البنطلون ناقص حاجة ناقص حاجة في البنطلون ده حاجة ايه ما رسمناهاش لسه كده انا لونت البطرون بتاعي ها ماشي والمفروض ان انا بلون خط الايه خط القسرة ده ممكن الونه ممكن ما لونوش هنا ناقص البنطللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل طب فاضل ايه فاضل نكتب البيانات نبقى اول حاجة هكتب هنا خط الوست تمام هنا خط الارداف ماشي هنا خط الحجر هنا بنست الوست ماشي هنا هنا خط الركبة طبعا ما بلونوش ماشي هنا خط الزيل ماشي هنا ايه تاني في هنا دوران الحجر برضو بكتبه هنا خط الجنب واكتب هنا الامام ماشي واكتب هنا بقى حدد بقى اتجاه النسيج بتاعي عشان ما نساش ممكن اعمله على الخط ده اهو كده اعمل كده اتجاه النسيج تمام هاجي بقى انا رسمت كده البطرون بتاعي هاجي اجيب ورقة خفيفة ورقة كده ايه اللي انا هشتغل عليها بقى واشف لايه البطرون بتاعي عشان بعد كده يبقى البطرون بتاعي جاهز ان انا ارسم علي عشان احط كده بقى الورقة وازبطها وابدأ اعمل البطرون بتاعي اللي انا جسمته اهو انا بشف البطرون واخد بالي وانا ايه وانا برسم بشف البطرون ان انا ما ايه ما بوصي اي خطوط فيه خالص اهي تمام بحيس ان يطلع البطرون بتاعي مزبوط مفهوش اي ايه اخطاء من الشف طبعا انا ممكن ايه اسبتها بسولوتب عشان ما يجريش معي وعمل البنسة اهيه تعطي كده وعمل الخط اهو كده بتاع القصرة ويا دي الديل كده انا خلصت بطرون الامام ممكن بقى الخطوط اللي جوة دي لو انا محتاجها اعملها بخطوط ايه والقلم رصاص كده خفيفة بحيس ان انا ايه لو احتاجتها بعد كده لان انا ما باجي ارسم الخلف برسم ايه اه برسمه على الامام برسمه على ايه على الامام كده البطرون بتاعي بتاع الامام كده خلص ده كده الامام تمام نهكتب بياناتي كاملة عليه بحيس ان انا ما يبقاش ناقص اي ايه اي حاجة من البيانات بتاعتي نيجي بعد كده بقى نشوف ارسم ازاي الخلف تعالوا بقى نرجع مع بعض بقى للشرح بتاعنا ازاي ارسم بطرون الخلف كده احنا خلصنا الامام هنبدأ نرسم نشوف الخلف ارسمه ازاي تعالوا مع بعض كده نشوف نبدأ نرسم الايه الخلف ازاي طبعا الخلف انا بجهز البطرون بتاعي برسم الامام تاني عشان اقدر ارسم عليه بطرون الخلف دي مهم اوي فعشان كده احنا بنرسم الامام الاول وبعد كده بشفه وبخليه ايه برة لوحده عشان لما يجي قصة واعمل التعشيق بتاعي وبعدين برسمه تاني في الكراسة برسم الامام تاني عشان ارسم عليه الخلف تعالوا بقى نشوف خطوات رسم بطرون الخلف هتبقى ازاي اول حاجة عندي هنا احنا قلنا قلصنا خلاص رسم بطرون الامام وقلنا هنكتب البيانات وهنجهزه للتعشيق بعد كده برسم بطرون الامام تاني عشان ارسم عليه طريقة رسم بطرون الخلف تعالوا نشوف الخطوات مع بعض طريقة اعداد نموذج الخلف اول حاجة طريقة اعداد نموذج بطرون الخلف نفس البنطلون هو اللي هننفزه المرة الجاية ان شاء الله يوكاس يمين نقطة انا عندي هنا اجي بطرون الخلف اهو بالبيانات كاملة عليه بالخطوط اللي انا عملتها الاولانية ما بمسحش حاجة خالص بيبقى هو نفس البطرون بتاعي باجي نحية اليمين يوكاس يمين نقطة خمسة باجي عن نقطة خمسة اللي هي نقطة الحجر اللي انا كنت عاملها بتاع حجر ايه مسافة الحجر بتاعت الامام بقيس المسافة من واحد لخمسة ونضع نقطة ايه ستاشر يعني انا باجي من نقطة خمسة باخد ربع المسافة بتاعت واحد ايه وخمسة يعني بقيس المسافة من واحد لخمسة واخد ربعها يعني باخد المسافة من واحد لخمسة واخد ايه ربع المسافة تمام يبقى انا بقيس المسافة من واحد لخمسة واخد ايه ربع المسافة نركز اوي في ايه في البطرون عشان ما نلخبطش الدنيا واحنا بنرسم بطرون الخلف. بعد كده بحط نقطة ستاشر. يبقى انا دي اول خطوة بعملها في بطرون ايه? في بطرون الخلف. ان انا بحدد مسافة الحجر بتاعة الخلف. من خلال ايه? من خلال النص المسافة بتاعة حجر ايه? الامان. نرجع تاني مع بعض. بعد كده بنرتفع بعمود من نقطة ستاشر. يقابل خط الارداف في نقطة سبعتاشر وقابل في خط الخسر في نقطة التمنتاشر. يبقى انا بطلع خط موازي لخط الحجر بتاع الامام. وده بسميه خط ايه? ان هو الحجر بتاع الخلف. يبقى اول حاجة عملتها في الخطوات ان انا رسمت خط الحجر بتاع الخلف. بعد كده بنصف المسافة بين ستاشر وسبعتاشر في نقطة التسعة. باجي اخد المسافة بتاعة نقطة ستاشر وسبعتاشر. واعمل الخط بتاعة في نقطة تسعة. وهتلاقي بعد كده انا بقى اللون الازرق هو اللون بتاع الخلف اللي انا رسمته الجديد. عشان نبقى عارفين ان هو الامام مرسوم بالاحمر والخلف اللي هيترسم هيترسم بالازرق عشان نعرف ايه هي الخطوط الزيادة المحطوطة في البطرون. نكمل مع بعض. يبقى انا كده نصفت الخط ايه? ننصف المسافة ستاشر وسبعتاشر في نقطة ايه تسعتاشر. نكمل. بعد كده باقاس يمين نقطة سبعتاشر اتنين سنتي ونضع نقطة عشرين. انا برتفع فوق الخط بتاع الوسط بتاع الامام مسافة اتنين سنتي عشان اعمل تعديل لخط وسط ايه? الخلف. يبقى الخلف عندي اعلى من الامام اتنين سنتي. الخلف اعلى من الامام اديه? اتنين سنتي. طيب. بعد كده بعمل ايه? باجي اوصل الخطوط بخط مستقيم زي ما احنا شايفين كده. هوصل لغاية النقطة المنتصف اللي احنا عاملينها. يقاس يمين نقطة عشرين اتنين سنتي ونضع نقطة واحد وعشرين اللي احنا حطناها. يقاس من نقطة واحد وعشرين على امتدات خط الخص ربع محيط الخص زائد اربعة وربع. احنا هناك اخدنا ربع محيط الخصر زائد اتنين وربع. زائد ايه? اتنين وربع. لكن في الخلف هيبقى اربعة وربع. لان انا عندي منطقة الخلف اللي ايه? منطقة الهنش بتبقى اكبر من الجزء بتاع الامام. فبدي مساحة وراحة للبطرون عشان اه اثناء الجلوس ونقوف يبقى في راحة في الايه? في البنطلون. مايبقاش البنطلون دايق ويبقى اه اه مش مريح او يعمل مشكلة في اللبس وفي الخلة. وفي الجلوس كمان. يبقى انا في الامام بزود اتنين وربع. لكن في الخلف بيبقى اربعة وربع سنتي. تمام? طيب. ونضع نقطة اتنين وعشرين. يبقى انا كده هعمل تعديل لخط الويست بتاع ايه? بتاع الخلف. يبقى انا ارتفعت اتنين سنتي. وايه? وزودت على الربع منحيط الايه? الويست. زودت عليه اربعة وربع سنتي. هبدأ اوصل الخطوط ببعضها. واعمل تعديل خط الويست زي ما احنا شايفين كده. واحط النقطة بتاعي تعديل خط الويست. يوكاس يسار نقطة تسعة نص المسافة اللي هي خمسة سنتي. نص المسافة ايه? من نقطة خمسة نقطة تسعة ونضع نقطة تلاتة وعشرين. انا عايزة ايس المسافة بتاعتي اللي هي اخد نص المسافة من خمسة لتسعة ونضع نقطة ايه? تلاتة وعشرين. عشان اعمل دوران الحجر وانزل من تحتها نص سنتي عشان انزل ايه? اعمل الدوران بتاع حجر الخلف ببقى نازل عن دوران حجر الامام. زي ما احنا شايفين كده. بعمل الدوران مع بعض. بنزل نص سنتي من نقطة تلاتة وعشرين. عشان اعمل الايه? النزلة بتاعي دوران الحجر. بعد كده وصل الخطوط ببعضها. يبقى انا كده عملت حجر الخلف وعملت خط وسط الخلف. عملت ايه? حجر الخلف وعملت خط وسط الخلف. دي اول نقطتين انا عملتهم في البطرون بتاعي. طب. بعد كده عملتهم هنعمل ايه? ناص بقى طبعا ناصل نقطتي واحد وعشرين وتسعة وتسعة عشر بدوران يبعد عن نقطة ستاشر ايه? باربعة واتنين من عشرة سنتي. يقص من نقطة سبعت عشر على خط الارداف ربع سنتي محيط الارداف. ربع ايه محيط الارداف زائد واحد ونص سنتي. يعني انا هقيس ربع محيط الارداف وزود عليه واحد ونص سنتي واحط نقطة خمسة وعشرين. يعني باج من نقطة اللي انا عملتها بتاعة الحج واخرج مسافة دي ايه? مسافة ربع محيط الارداف زائد واحد ونص سنتي. زي ما عملت زي نفس المقاس اللي انا عملته في ايه? في الامان. بقيس بقى يقص يمين نقطة اتناشر واحد سنتي وانا اضع نقطة ايه ستة وعشرين. بعد كده اوصلهم اعمل اوصل النقط ببعضها علشان يديني خط الجنب بتاع الخلف. بكده لو اخدنا بنا ان احنا خط الخلف يبعد من فوق مسافة الوسط وبينزل ايه المسافة بين الامام والخلف مش كبيرة يعني بتبقى حوالي واحد ونص سنتي في خط الارداف وخط الحجر. طبعا ده لقيه لان انا عندي الخلف بيبقى اكبر من الامام في في البنطلون. دايما الخلف بكبر من الامام في البنطلون. ليه? عشان دوران الايه الارداف يبقى فيه راحة للبنطلون اثناء الجلوس. لرسم خط الجنب بنصل النقطة اللي هي اتنين وعشرين وخمسة وعشرين وسبعة وعشرين وستة وعشرين بان نوصلهم كلهم بدوران. ده ده اهم حاجة انا برسم بدوران ما برسمش خطوط مستقيمة وانا بشتغل. هيجي بعد كده. نخرج من منتصف الخط اتنين وعشرين وخمسة وعشرين مسافة نص سنتش. بخرج منه مسافة ايه? نص سنتش. طب المسافة نص سنتش دي ليه? عشان اعمل خط الجنب بتاع اكمل خط الرجل بتاع البنطلون. وندخل في منتصف الخط اللي هو خمسة وعشرين وسبعة وعشرين بنوصلهم ببعض. برضو نرسم خط بنحناء خفيف. لابا انا هنا هعمل ايه? هعمل الخط بمنحنة. مش هرسمه خط مستقيم. علشان انا بقلت زي ما قلت ان انا خطوط الجنب عندي فيها دوران خفيف مش ايه? مش خطوط مستقيمة. لكن من اسفل رجل البنطلون بتبقى من خطوط مستقيمة لغاية الرجبة وبعد كده باخد لغاية فوق لغاية خط الوسط ده بدوران خفيف في البنطلون. كده احنا رسمنا خط الجنب بتاع ايه? بتاع الخلف. نكمل بقى مع بعض بقيت رسم البنطلون. اه بقيس من نقطة برضو اليسار نقطة اربعتاشر واحد سنتي ونضع نقطة تمانية وعشرين برضو في الناحية التانية. وهوصل النقط ببعضها. كده انا عملت خط رجل البنطلون من اسفل لغاية الرجبة. بعد كده هوصل من عند الرجبة لغاية مسافة الحجر. نصل النقطة اربعة وعشرين وتسعة وعشرين وتمانية وعشرين مع عمل استدارة. للداخل فيه بواحد ونص صمتي ايه من نقطة اربعة وعشرين وتسعة عشرين كده انا هعملها بدوران من عند الحجر. يبقى انا كده رسمت الحجر بتاعي ايه? حجر الايه? الخلف بتاعي. كده رسمت البطرون بتاع الخلف كامل. اللي هو خط الوسط. ودوران الحجر. ودوران الجنب. وخطوط الجناب بتاعة البنطلون. وعملت خط الرجل من ايه? من الداخل. تعالوا نكمل. بقسم المسافة من واحد وعشرين وتنين عشان ايه? ايه? تلات اجزاء. يعني انا هاخد خط الديل من تحت. واقسمه على تلاتة. بعد كده اعمله ايه? دوران. عشان اعمل خط البنسة. هاخدها. وقسمه على تلاتة. عشان اعمل البنسة بتاعة الوسط. انا عندي بنسة الخلف. الخلف فيه بنسة تين. وطبعا هعمل تعديل لخط ايه? القصرة بتاعة ايه? بتاعة الخلف. لانا عندي قصرة الامام عند البنسة بتاعة ايه? الامام. طب بنسة الخلف طبعا بت ايه? بتغير مكان القصر. تعالوا. يبقى انا هقسم خط الوسط ده من فوق. على تلاتة. باول حاجة عندي هعمل ايه? هقسم خط الوسط على تلاتة. نسكت من اول عمود. اول عمود اول نقطة عملتها. هنزل منها عشان اعمل بنسة ايه? الخلف. يبقى انا هعمل كده عمودين. واحد للبنسة الاولانية واحد للبنسة التاني. البنسة الاولانية اللي انا حركت من عندها خط القصرة بتاع الخلف. فبقول البنسة الاولانية هنز طولها كام طولها اتناشر سنتي وعرضها اتنين سنتي. يبقى البنسة الاولى هنا زي ما احنا ما شايفينها في الرسم كده. يبقى البنسة الاولى عرضها اتناشر وطولها اه سوري طولها اتناشر وعرضها اتنين سنتي. يبقى دي البنسة الاولى بتاعة ايه? بتاعة الخلف. تعالوا نكمل. البنسة التانية هيبقى طولها عشرة وعرضها برضو اتنين سنتي. يبقى انا عندي البنسة كلها عرضها كام? عرضها اتنين سنتي. يبقى بنس البنطلون كلها عرضها اتنين سنتي. سواء في الامام او في الخلف. في الامام في بنسة واحدة. في الخلف في ايه? في بنستين. تمام? يبقى انا كده عملت ايه? عملت بنسة الخلف. عملنا البنستين. البنسة الاولانية طولها اتناشر سنتي. والبنسة التانية طولها عشرة سنتي. طيب نكمل. بعدل خط الديل اللي هو خط الخلف. بمسافة بنزل واحد سنتي. واعمل دوران للخلف بتاعي اللي هو دوران الرجلي من اسفل. يبقى انا عندي الخلف في البنطلون بيبقى في دوران بسيط في الرجل. ما تبقاش الرجل خط مستقيم باخدها بدوران. كده احنا رسمنا البطرون الاساسي بتاع البنطلون في الامام وفي الخلف. بعد كده بعمل ايه بقى? ببدأ. اعملت الون البنطلون بتاعي بتاع الخلف بلونه. زي ما احنا شايفين كده? وبعدين بكتب البيانات بتاعتي اللي هي خط الجن بنزل الوست خط الارداف آآ خط الرجبة خط الديل وطبعا بعرف ان ده الخلف وبكتب خط القسرة واتجاه النسيق. تمام? وبشف الامام والخلف بيبقى عندي ايه دي الشكل بتاعي بتاع البطرون بتاعي بعد ما بيخلص الامام والخلف. تعالوا مع بعض بقى نبدأ نرسم بطرون الايه? الامام. الخلف احنا كده رسمنا البطرون الامام هبدأ ازاي ارسم بطرون الخلف عليه. اول حاجة عندي بعملها ان انا هجيب زي ما قلنا كده ادي بطرون الامام ان احنا رسمناه في الاول. هاركنه لان انا هحتاجه بعد كده. واجي ارسم بطرون جديد بالرصاص عشان ارسم عليه بطرون الايه? الخلف. هاجي هنا بالمسطرة. بارسم البطرون بتاعي كامل. بتاع الامام. طبعا انا هرسم بالرصاص. علشان. ماشي. علشان خاطر ان انا هحتاج كل الخطوط بتاعتي ديت. تمام? اهو كده. تمام كده? اهو. انا برسمه طبعا بالرصاص بسرعة. عشان ما نضيعش وقتنا. طبعا انا اتمنى ان كلكم تبقوا شغالين معايا. ميبقاش في حد ايه? مش شغال. علشان اه لو في حاجة مش مفهومة تقولولي احنا مش فاهمين كزا واتبعوني على القناة ونقول احنا مش فاهمين ايه وعيده تاني. ونشتغل مع بعض. لان احنا نعمل اه موديلات البنطلون بعد كده. كده احنا رسمنا هو البطرون طبعا نرسمها خفيف قوي. وهبدأ احدد عليه النقط بتاعتي بتاعة الخلف. طبعا انا هكتب هنا ده خط الوسط. البيانات بتاعتي عشان تبقى اه واضحة معايا. هكتب الازرق عشان تبين. خط الوسط. ماشي. خط الجن. خط الارداف. خط الحجر. ماشي. وهنا ده خط الرجبة. وهنا خط الدي. تمام? ده كده البطرون اللي انا هشتغل عليه بتاعي. بتاع البنطلون. احنا قلنا اول حاجة عندي ان انا باخد الخط المسافة دي. النقطتين دول. بقسهم واخد نص المسافة واطلع بيها. اهي. باخد نص المسافة واطلع بيها. دي اول حاجة احنا قلناه. ان خط ايه? خط الحجر. بعمل تعديل لخط الحجر. واخد نفس المسافة من هنا لهنا واخد ايه نصها. تمام? واروح عامل ايه? الخط بتاعي. اهو. كده. كده انا عملت. احنا قلنا ان خط الوسط بيرتفع اتنين سنتي عن الخط الوسط الايه? الامام. ماشي? احنا نزل ده عشان بس ما نيجي نرسم. نبقى عارفين. احنا هنعمل ايه? تمام? اهو. دي الخطوط اللي احنا عملناها وانا هلون باللون الازرق الايه الفتح عشان يبقى. يبقى انا هنا اول حاجة عملتها ان انا خدت المسافة دي. وايه? واخدت نص المسافة بين خمسة وستة واتنين او واحد دي نقطة واحد. من خمسة الواحد اخدت المسافة دي واسمتها بالنص وطلعت بيا خط مستقيم. اخدت المسافة من ستة لغاية اه سبعة وعملت اه اخدت نصها. وبعدين دخلت اتنين سنتي وطلعت اتنين سنتي عشان اعمل تعديل لخط الوسط. وبعدين قلنا ان انا هاخد المسافة بتاعة خط الوسط دي. هياخد قلنا ايه? هناخد ربع محيط الوسط الخسر. ربع محيط الخسر. زائد اربعة وربع سنتي. واروح عامل تعديل لخط الوسط. تمام? عامل تعديل لخط الوسط. كده احنا اه هنتوقف لغاية الجزء ده في رسم بطرون الخلف والحلقة الجاية هنرسم البطرون الخلف. هنعيد الخطوات تاني اللي احنا شرحناها دي. هنعيدها من اولو جديد وهنرسم ايه? بطرون الخلف. وهناخد قصة جديدة للبنطلون. ازاي اعمل بطرون نرسم الموديل. ازاي حط الموديل على البطرون. وعشق الموديل دوت اعمل له تعشيه واختاري القماش اللي ينسبه ايه? كل ده ان شاء الله انا اكمله في الحلقة القادمة. بس اما حاجة ان احنا اللي احنا اخدناها الحلقة دي. نبدأ نرسمه. ويبقى جاهز معينا. وانت تتواصلوا معي على الجروب اه بتاعنا بتاع قناة نصر التعليم الفني. واي اسئلة او استفسارات احنا تحت امركم. واشوفكم على خير في الحلقة القادمة. ان شاء الله. واتمنى لكم التوفيق والنجاح.